فعلاً دكتورة وهناك جانبين بجوز للموضوع الحالة النفسية للشخص نفسه الذي يبحث عن عمل أو العاطل عن العمل والنظرة الاجتماعية للأشخاص اللي حولين هذا الشخص ممكن أنه يعاني من بعض المشاكل خليني أحكي هل هذا الكلام وارد؟ صحيح طبعاً أكيد ظاهرة البطلة هي ظاهرة عالمية لكن تختلف حسب النسب من دولة لأخرى وطبعاً منتشر في دول عالم الثالث خصوصاً الوطن العربي بنسب جيد للأسف وبين فئة الشباب لأنه إحنا مجتمعات شابة معروفة ونسبة الشباب عندنا كبيرة وكما عرفت البطلة هي الاستعداد أو القدرة للعمل توافر القدرة العلمية أو الجسدية أو الذهنية والبحث عن فرصة لكن للأسف عدم وجودها طبعاً عند موجود هذه الفرصة له آثار اقتصادية واجتماعية يعني على الشخص نفسه وحتى على المجتمع وأيضاً هذه الآثار الاقتصادية والاجتماعية بصير عنها أو منها حيثيات نفسية بتأثر على الشخص طبعاً من أكثر شيء ممكن يعانوا منه الأشخاص اللي بعيشوا من البطالة اللي هو الاكتئاب يعني الدراسات أثبتت أنه الأشخاص اللي غير حصلين على العمل أو ليس لديهم أعمال يعانوا من نسبة اكتئاب أعلى من الأشخاص اللي في مهن أو أعمال محددة أيضاً عدم تقدير الذات لأنه منعرف أنه الإنسان بثبت وجوده وذاته وقيمته وقدرته في المجتمع من خلال عمله فالشخص اللي ما بملك عمل دائماً بحس بالنقص وشيء من العجز وشيء من الإحباط وهذا أكيد طبعاً بيسبب له الأرق والتوتر والضغط والتعب وحتى قد يمتد لأمراض عضوية مثل مثلاً النحافة أو السمنة أو حتى ارتفاع ضغط الدم السكر إلى آخره أما المشكلات الاجتماعية فهي أكيد طويلة وكبيرة وما إلها حصر أهمها أكيد طبعاً أول شيء زيادة نسبة العنف الأسري لأنه بالعادة الضغوطات المادية وتوفير مستلزمات الحياة بتصير عبق نفسي على رب الأسرة فبيعيش توتر وضغط ممكن هذا التوتر يعني يصير حالة من التفريغ في أسرته في عائلته في زوجته أيضاً ارتفاع نسب الطلاق فمثلاً خلال جائحة كورونا عديد يعني أو نسبة لا بأس فيها تركة أعمالها أو مستواها الاقتصادي خف فكثرت المشكلات طبعاً الاجتماعية فصار في طلاق وممكن أيضاً تزيد نسبة الانتحار في المجتمعات تزيد نسبة الإقبال على المخدرات تعاطي الكحول إلى غيره أو أيضاً أهم شغلة وأهم نقطة ارتفاع نسبة الجريمة البطالة يعني إلها دور نعم لأنه الفراغ بين الشباب والإحباط واليأس أكيد طبعاً بيحول الأشخاص لسلبيين وممكن يتفحهم لزيادة نسبة الجريمة خلصت كل اللي لا ما أنت سألت سوينا دائرة متكاملة بجوز لكل إشي أنت سألت على الأثر النفس والاجتماعية فهي كثيرة نحن عنه صحيح كل تفصيلة صغيرة فيهم بجوز بالذهاب أشهر من البحث صحيح ونحن هون دائماً نيجي منطلع ارتفاع نسبة الجريمة ارتفاع نسبة الانتشار المخدرات لهاي الشغلة ولكن هلأ خلينا نيجي على نفس الشخص العاطل عن العمل يعني كنا عم نحكي قبل شوي إنه كمان ثقافة إنه فيه الشخص بظل قاعد بيستنى الوظيفة تجي له وفيه ثقافة عيال أو يعني الناس أو مجتمع هو دائماً يسعى إنه يعمل يعني من يعني إيش بيقوله من إيديه بحب يخلق وظيفة أو عمل أو دخل فأحكي لي أكتر عن ثقافة المجتمع بأنه بموضوع البطالة أكيد السعي للعمل طبعاً الثقافة والموروث الثقافي والعادات والتقاليد وحتى الدعم الأسرية أو التربية الأسرية لها دور كبير في يعني في تحديد نسبة البطالة مثلاً إحنا في المجتمع الأردني بنحب العلم وبنحب الوظائف الرسمية ما منغامر في العلم ما منغامر في الأعمال ما منتجه للمهن دائماً تفكيرنا كلاسيكي كلنا نعم وظيفي كلنا منسعى لتعليم أبنائنا التعليم الجامعي وهذا الطالب الجامعي ما بملك إشي غير شهادته لأنه ما بيشتغل على نفسه ما بيتعلم مهن جديدة ما بياخد دورات جديدة بعيدة عن تخصصه إنه دائماً بيضل في نفس المربع أو نفس القالب فبنتظر الوظيفة الوظيفة ما بدها انتظار دائماً الأعمال والمهن حتى نتخلص من البطالة لازم إحنا نسعى ونبحث عن هذه الفرص وعن هذه الأعمال ونفكر خارج الصندوق نطور أنفسنا يعني إذا أخذنا تخصص أو دخلنا في مجال وما زبط هذا المجال ما نيأس ولا نحبط نبحث عن أبواب جديدة أو نفتح فرص جديدة أو مجالات جديدة حتى ما كانت في بالنا أو بعيدة عنها كل البعد بس دائماً الإنسان يبحث عن الشيء الريادي الشيء الخلاق الشيء اللي فيه تطوير يأخذ دورات يأخذ تدريب يستعين بأهل الخبرة بالاستشاريين أكيد إلا ما يجد منافذ أهم شيء أنه ما يستسلم أكيد نعم دكتورة فكرة يعني زيادة التقدير للشهادة الجامعية يعني أنا بحكي لك أنا معاي بكالوريوس خلص ما بشتغل إشي إشي تاني أنا معقول أروح أشتغل بياع أو في محل أو 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 لازم أشتغل في شهادتي فينتظر أنه يعني يعمل في شهادته إحنا بنعرف أنه كثير من التخصصات راكدة أصلاً وكثير من التخصصات يعني نحن هذه المرة وهون في دنيا بنحكي عن الأطباء يعني نحن يعني ألاف من الأطباء يعني مش لقيين شغل فشو الفكرة في هذا الموضوع يعني هل هناك زيادة تقدير للشهادة الجامعية مثلاً أو أنه هل يجب أن الشخص يشتغل في غير تخصصه؟ هل هي ثقافة جمعية مجتمعية وأنا هلأ ذكرت أنه إحنا المجتمع الأردني منحب العلم ومنسعى دائماً أنه أولادنا يتعلموا بالدرجة الأولى ما منفكر يعني بعدين أهم شيء أنه يأخذ شهادته طيب هاي الشهادة يعني بتحصل له عمل بتحصل له مدخول فيما بعد أيضاً الوقوف عند هاي الشهادة أو الوقوف عند التخصص وعدم تعدي أو توسيع الأفاق اللي إلها علاقة بالبزنس وبالأعمال وبالمهن أكيد هاي بتوقف عائق أمام الشباب أيضاً الدولة والحكومة والمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلها دور أيضاً إنها تعمل برامج وتعمل مشاريع يعني تشجع للشباب على الانخراط في مهن جديدة أو أعمال جديدة تشوف متطلبات السوق المحلي أو حتى العالمي تبحث حتى على فرص خارج البلاد لشبابها أيضاً تشجع على الاستثمار واستقطاب بعض المستثمرين من خارج أكيد البلد لفتح المشاريع اللي ممكن إنها تساهم في تشغيل عدد من أبنائنا وغير استقافة العمل وحب العمل وأهمية البحث عن العمل في كل مراحل النمو بالمدارس بالجامعات يعني يعملوا بزنس صغير كنشاطات في المدارس أو مناهج إلها علاقة بالأعمال والريادة والإنتاج أكيد بتصير ثقافة وبتغير الموروث الكلاسيكي عن العمل والتعليم عنه هو بتعرفي شو المشكلة لما تفضلت فيها دكتورة إنه هم بيسعوا لعلم يعني شعب إحنا بيبيع عشان يعلم أولاده صحيح بس اللي ما منعرف هل أنا علمت ابني كيف يبحث على وظيفة هل أنا علمت ابني يفكر خارج الصندوق فهو إذا هو بيدرس أربعة سنين جامعة بس ما عنده الشخصية ولا التوجه إنه يبحث على وظيفة أو إنه يخلق عمل يعني هذا الاستثمار راح على الفاضي صحيح كل الناس بتركض عليه صحيح إنت لازم تسعى فإذا ما عندك هاي المهارة مع الشهادة هاي شهادة مش رح تعني كتير صحيح وربط فكرة العمل مع التعليم يعني كما ذكرنا في البداية نعم إنه دائما إنه منقول إنه للأطفال إنه أهم إشي دراستك هلأ فكر بالدراستك ما بهم لا فكروا أنت صغير إنه إيش بدك تعمل وإذا ما زبط ما زبط هذا المجال كيف تنتقل لمجالات تانية تعمل أشياء صغيرة يعني شخص تتعود تعمل تعمل طب دكتورة لو نحكي عن الأشخاص اللي حوالين الشخص العاطل عن العمل زوجته ممكن الأب ممكن الأم ممكن أنهم يحكولوا كلام جارح أحيانا أنت عالي على العائلة أنت كذا أنت روح دور أنت مصروف بالنسبة لنا ممكن يكون ضغطات هاي السلبية أيضا بتشكل له مشاكل نفسية كيف الأشخاص اللي حواليه لازم يتعاملوا معه لازم يكون في دائر الدعم ووعي يعني ذهني أكيد طبعا بالعادة ردة الفعل على البطالة الفعل النفسية والاجتماعية بتختلف من شخص لآخر حسب يعني عمره وقدرته وثقافته وإرادته وحسب حتى البيئة اللي بتواجد فيها أكيد فيه بيئات وأسر بتكون داعمة دائما ما بتسانده بتشجعه بتحاول تعطيه بعض المقترحات أو الأشياء أنه يبحث عن فرص عمل جديدة وفيه للأسف لا أسر وبيئات محبطة جدا ومؤذية وفيه زوجات يعني لما زوجها يتوقف عن العمل أو دخله الاقتصادي يختلف فبتعمل ضغوطات نفسية شديدة على الزوج من باب أنه إحنا بثقافتنا يعني أنه الزوج هو اللي لازم ينتج ويجي بالمصاري أو هو يكون العامل فهذا الشيء أكيد هو بيعيش ضغط نفسي وضغط فردي شخصي ويجي ضغط أيضا خارجي أكيد بيأثر فيه سلبان وبيحد من عزيمته بيزيد نسبة الكآبة والإحباط عنده وبزيد التوتر يعني النفسي فتراجع الأمور أكيد أكيد فدائما لا نكون إيجابيين نحاول نعطيه شيء من الدعم وشيء من الإيجابية والتشجيع والتحفيز من الأصدقاء من العائلة من زوجته من أهله من إخوانه نحاول أيضا نساعده يوجد فرصة لعمل يعني نبحث على على الانترنت في الجرائد أي فرصة مثلا ممكن نشوفها نخبر عنها أكيد شكرا إليك دكتورة فأدي أبراهيم المستشارة الاجتماعية شكرا أهلا